فالصلاح هو خير ما تتصف به المرأة وإذلك كانت خير متاع المؤمن خير متاع الإنسان المرأة الصالحة وكيف تكون المرأة الصالحة هي التي صلحت فيما بينها وبين الله تعالى وأدت الحقوق التي عليها فإن الصلاح في المرأة هو يكون بأن تؤدي الحق الذي عليها وتكون مراعية لحق ربها جل في علاه وقد جاء تفصيل هذا في حديث في إسناده مقال فقال إذا نظر إليها سرت وإن أمرها أطاعت وإن غاب عنها حافظته وفي رواية في نفسها وماله حفظته في ماله وفي نفسها وهذا بيان شيء من أوجه الصلاح فيما يتعلق بصلة المرأة مع زوجها